ومن الخرطوم ينضم إلينا عطاف محمد مختار الكاتب والمحلل والسياسي سيد عطاف أولا كيف تقرأ ما بين ثنيات هذا الاتفاق؟ شعيطان التفاصيل موجود؟ حي يرزق؟ مساء الخير عليكم على السادة المشاهدين استطيع الغول الآن أن رياحة صورة بدأت تهوب على أشرعة مركبة السلام بين البلدين هي بلا شك شعب واحد في بلدين الكثير من العلاقات صلة الرحيم والاقتدادة الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية لا سبيل للطرفين إلا الموضي إلى الأمام وصنع السلام حقيقي ووفق الوقف التراشغ السياسي الذي كان تسبب فيه النظام المخلوع السابق فبالتالي الكثير من العقبات الآن أزيحت عن الطريق وبات الطريق إلى السلام معبدا أعتقد أن الجنوب أيضا قدم روح طيبة جدا في استضافته لمباحثات السلام بين الحركات في الكفاح المسلح والمجلس السيادي وسخلت العملية والطرفين يعني أي أنك سيد عطاف تثمن هذا الاتفاق طيب مراحل التنفيذ هل تتم في القريب العاجل؟ عن أي تضغط بين السودان وجنوب السودان أم حركات الكفاح المسلحة؟ الشمال والجنوب؟ الشمال والجنوب الآن هم تجاوز المرحلة لأن العملية السياسية وتغريب أصبح الآن يلعب دور الوسيط ما بين الحركات النظام المسلح في الداخل وما بين الحكومة السودانية حكومة السلام فأعتقد أن هذه الزيارة هي ليها يعني مثلا الأبعاد كبيرة جدا كونها إنه زيارة لرئيس وزراء الصورة نحو الجنوب بالرغم من العديد من الدعوات من الدول الصديقة والدول القريبة في الغليمي ولا في الخارجي لم تفهمني سيد عطاف هذه نقطة سياسية مفهومة لكن أتحدث عن تطبيق هذا الاتفاق المتعلق بالحريات الأربع مثلا مثلا فتح المعابر مطلع أكتوبر القادم هل الأمور ممهدة لهذه الخطوة؟ وحدثني هنا عن الزاوية الأمنية هل القبضة الأمنية كافية لضحر أي تشريبات أو ربما خلايا نائمة تكونوا على الحدود مثلا؟ هذا يجلعنا نرجع قليلا خطوة إلى الخلف حتى نبين المشاهد الإشكال الذي كان الحاصل الإشكال الحاصل إنه الحركات الكفاح المسلح الحركة الشعبية أو قوات من ناوي أو قوات الحلو أو الحركة الشعبية جناحة الآخر لعقار كانت هي متواجدة على الحدود لذلك وكانت تجد دعم أيضا من حكومة الجنوب فكانت هناك وأيضا حكومة السودان كانت تدعم فصيل مشار المسلح الغاصل المشترك بين هذا كله هو النظام السابق النظام السابق الآن بزهابه فبالتالي هذا يرتبط أيضا بتدفع العملات الإنسانية داخل الحركة الشعبية أيضا وعملات السلام الداخلي هذا التعقيد في المشهد أن جميع هذه قبائل متداخلة وبينها تصاهر ما بين الشمال وما بين الجنوب يربطهما العمل والاختصاد فالآن الطريق أصبح ممهد لا أعتقد أن المشكلة الأمني أصبح أكثر من أنه هي تكون في الفترة الغادمة ترتيبات سياسية لفتح المعابر سريعا هذا يتطلب عملات الجماريك والانتشار بين القوات المشتركة وخير دليل على المصلحة المشتركة في الزاوية التصادية مسألة زيادة إنتاج نفط الجنوب إلى الضعف سأكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا لأساد عطاف محمد مختار الكاتب والمحلل السياسي ضيفة الغد من الخطوم